وإحنا تكلمنا النهاردة عن اللبنة الثانية أهم لبنات الكلام عن العمل العمل يا سادة لو إن إحنا ما أسسناش عند أولادنا عند العاملين عند الناس عند مجتمع كله إن العمل تعمير وإن العمل ده ليه هدف واضح وهو إن العمل يزيد الخير ويزيد التنمية مش بس يزيد الخير إن الناس تعيش في خير لكن كمان كمان الخير ده يستثمر وين هو ده معنا التعمير وإحنا قلنا إن التعمير بيبقى تنوير وبيبقى تقدير وبيبقى تدبير وبيبقى كمان تعبير كل ده خطوات في التعمير لازم نتعود عليها وعشان نقدر نحققها لازم نتخلق بثلاث أخلاق أول خلق وديت الإجراءات اللي إحنا عايزين نربع عليها أولادنا أول خلق هو الأمل الناس الحقيقة يعني إذا فقد الناس الأمل لا حاجة للعمل لازم الناس تعمل بأمل لازم هو بيعمل يكون هو عنده أمل لأن الأمل ده أهم ما يجلب علينا الوسع أهم ما يجلب علينا الفضل والبركة والنعمة للأمل ده أهم آثار ومنتجات وأنوار حسن الظن بالله لو توكلتم على الله كما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله نرزقكم كما يرزق الطير يبقى إيه اللي يوصلنا إن إحنا نرزق كما يرزق الطير الأمل لو توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير يبقى إذن إحنا محتاجين لأمل العمل بدون أمل يبقى ديء يبقى بيخنق يبقى عبء وعشان كده لازم نعلم الناس إن العمل ومش هيحصل ده غير لما نحس إن العمل ده بيفتح أبواب فضل الله طب عشان ده يحصل إيه اللي يحصل محتاجين الخلق التاني وهو اليقين إن إحنا نكون من أهل التيقن فنتيقن للعمل لأنه بأمل بيجعل الإنسان محل نظر الله سبحانه وتعالى وبيجعل الإنسان في مدد الله سبحانه وتعالى عشان كده يبقى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يسقنه يبقى إذا تأقننا إن إحنا إذا عملنا عملا متقنا الله سبحانه وتعالى يجعله محل النظر ومحل النظر يعني إيه؟ هي بارك فيه يبقى نفضل نعمل وبإصرار وبيقين من إن عملنا ده ممدود من مدد الله سبحانه وتعالى طب إذا وصلنا بقى وحققنا أهدافنا نقف لأ نكمل نكمل ليه؟ لازم السفة الثالثة في العمل اللي هو بيحقق التعمير إن يكون صاحبه طموح يبقى الطموح ده الطموح الشامخ اللي الإنسان فيه يحلم أحلاما كبيرة ويستمر إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمد إلى ما لا عين رأت ولا أذن صنعت ولا خطرة على قلب بشر إحنا بنعمل وطموحنا وصل لغاية فين؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيثه لا يحتسب يبقى ده هو ده المدى بتاعنا طب مدى فين؟ إن الله سبحانه وتعالى يرزقه من يشاءه بغير حساب بغير حساب يبقى حط الاتنين مع بعض وهو ده منتهى طموحنا بغير حساب من حيثه لا يحتسب يبقى إحنا لازم كده نبقى ماشيين على هذه الطريقة وبهذا الإسلوب وبهذا المنهج يبقى إحنا نعمل إيه؟ كل يوم عشان عندك إجراءات لازم تعملها عشان تعيش إن العمل تعميره وإنت وراح العمل كل يوم تسأل الله سبحانه وتعالى تقول اللهم إني أسألك أن تريني من عجائب فضلك وكرمك وفتحك اللهم إني أسألك فتحا مبينا في عملي فتجعني أرى عجائب نعمتك يا رب العالمين وفي العمل كل يوم لازم يبقى عندك ديوان في العمل تدون فيه شيء جديد أنت تعلمته كمان لازم في العمل كمان أن أنت تساعد حد في العمل ده لأن العمل ده تعمير فبتعمر الفريق اللي أنت عايش فيه وبتعمر الفريق اللي أنت عملت فيه فلازم تخدم ولازم تخلي الفريق يعمل منتج جديد في كل يوم في العمل ووعد غادر العمل وإلا وبحمد الله سبحانه وتعالى على أنه هو كرمك أن أنت تكون أحد أسباب التعمير في هذا الكون فيصل الخير ده لأن أنت لو كنت معتقد ده إلا هيحصل الله سبحانه وتعالى سيكتب لك ثوابك وثواب من انتفع بهذا التعمير يا رب جعلنا دائما معمرين وجعلنا يا رب لنعمة العمل حافظين يا رب العالمين